حبايبي طلبة برايمار 3 ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا على لسون 7 و كوميوتاتف بروبارتي لازم حبايبي نبقى عارفين ان كلمة معناها التبادل يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قولة 2x3 equal 3x2 يعني الكوميوتاتف بروبارتي بتدينا the same product يعني نفس الناتج الكوميوتاتف دي لازم حبايبي تبقى عارفين ان هي زي ما موجودة في المارتبليكيشن هي كمان موجودة في الادشن يبقى الكوميوتاتف بروبارتي for مارتبليكيشن and addition طب تعالوا كده نشوف الكوميوتاتف بروبارتي of مارتبليكيشن في الاراي لو انا عندي الاراي زي دي فاكرين الاراي دي ايه؟ two row of three groups فلما نيجي نقول هنقول two row of three طيب والاراي دي دي three row of two يعني three فيها three row وفيها two column فلما نيجي نعمل المارتبليكيشن زي ما شرحنا في الليسون اللي فات هتبقى الاراي دي هي عبارة عن two times three طيب ودي هتبقى three times two يعني two times three equal three times two equal six اوه وهي دي الكوميوتاتف بروبارتي لو كنا بصينا كده وعملناها بالادشن هنلاقي ان three plus three equal six و two plus two plus two equal six تعالوا كده نحل مع بعض الاكزامبل ده عشان نعمل تشيك احنا فهمنا ولا لا؟ مع اني عارفة انكم شطار وفاهمين هنا في عندي كام رو اتفقنا رو يعني اعمل سهم هوريزونتل كده يبقى انا عندي four of a اتفقنا الكولم يعني vertical وانتو بتيجوا لما يجي يطلب منكو تعملوا array ياولاد لازم تعملوا arrow سهم كده horizontal و arrow كده يكون vertical عشان ما تطلق بطوش يبقى انا كده عندي three columns فبقت الاكوشن عندي four times three equal twelve طيب لو جينا عكسنا الاراي بقى خلينا الكولم رو والرو كولم يعني هتبقى three row of four هتبقى three times four equal برضو twelve عشان هي دي الكميوتاتف بروبارتي يبقى معنا كده ان four times three equal three times four تعالوا كده نشوف الكميوتاتف بروبارتي بس في الاكوال جروبس طب احنا هنلاقيها هي هيها ما الاكوال جروبس زي بالزبط الرو والكولم تعالوا برضو نعرفها لو انا عندي three group of four ادي عندي one two three دول three group كل جروب في كام في one two three four طيب تعالوا كده نقلبهم يعني نخليها four group of three ادي four group one two three four كل جروب فيها three لو عملناها repeated addition هتبقى four plus four plus four equal twelve طيب هنا three plus three plus three plus three equal twelve طب في المالتيبلاي three times four وهنا هتبقى four times three ما هو اصلا three groups of four معناها three row of four او three columns of four يعني الgroups دي هي شكل من اشكال اصلا الاري تعالوا كده نشوف مع بعض التشاك كده عشان نشوف فهمنا ولا لا انا عندي هنا كام جروب one two three four five يبقى five جروب كل جروب في كام في four يعني five times four equal twenty طيب بصوا هنا قلبهم يعني خلاهم four group of five يبقى four times five equal twenty يعني five times four equal four times five وهي دي الكميوتاتف بروبيرتي تعالوا كده عشان نحل الاكسورسايز number two بيقولي write the multiplication sentence for each array تعالوا كده ادي three row الهوريزونتا الارو اللي اتفقنا عليه three row of كام three three by four يبقى three by four equal twelve بعد كده بيقولي draw the arrow that shows the commutative بروبيرتي الكميوتاتف بروبيرتي بتاعت الملتبليكيشن اكويشن دي ايه؟ four times three بدله النمبر سي حبايبي وبعد كده ابتدوا يرسموا four يعني four row هنرسمها ازاي ادي one two three four بنعمل هوريزونتا ال كده ونبتدي نرسم عشان ما نتلغبطش وكل row بنكمله عشان يكون three عشان هو قال لي four times three يبقى هو ده المالتبليكيشن ايكويشن وهي دي الاري اللي بتدينا الكميوتاتف بروبيرتي طيب تعالوا كده على نمبر بي عندي كامرو one two three four five six عشان كل رو فيها two يبقى six times two equal twelve طيب تعالوا نبدلها هتبقى two times six equal twelve يبقى هي دي الكميوتاتف بروبيرتي طيب والكميوتاتف الري طيب هنا الرو بقوا two يبقى ادي one و ادي two كل رو هنخلي فيه six اعتقد خلاص بقت سهلة خالص صح؟ طيب هاسبكوا تحلوا نمبر سي وتعالوا نحل دي دي فيها رو واحد كل الرو ده فيه كام كولم في six يبقى one times six equal six طيب تعالوا بقى نعملها كوميوتاتف يعني six times one equal six يعني انا هعمل ايه؟ هعمل six zero one two three four five six بس كده اوه نمبر ثري بيقول لي ايه؟ ادروزا الري according to the multiplication sentence بصوا كده على المارتبليكيشن سنتنس هتلاقوا five يبقى انا هاجي كده هوريزونتل وهلون five رو يبقى ادي على كل ال five دول طبعا انتو هتلونه احسن مني وهلون ال five دول طيب الرو فيها كام فيها two يعني اخلي ال one ده هاخد معاه one كمان يعني هلون الجزء ده كله كده كمان يبقى كده دي five times two طيب هنا طبعا هنكتب five times two equal ten four times five يبقى انا هاجي هوريزونتل كده وهلون four اعمل coloring left four ادي الفور اهم هو عايزها times five يعني عايز كل رو فيها five يبقى انا هلون كل الجزء ده يلا لونه كده معايا كل الجزء ده four times five equal twenty طيب تعالوا كده على number four بيقولي draw the array to the multiplication sentence بعد كده اعمل ايه draw the commutative property شبه اللي حلناها المرة اللي فاتت بس بدل ما هعمل array هلون يعني هنا two times four equal eight فانا هاجي كده هاخد two اللي هما دول وهلون كل واحدة فيها four يعني هلون الجزء ده طيب هنا four يبقى انا هاخد ده كده one two three four وبعدين كل رو هيبقى فيه two يعني هاخد الجزء ده كده ولونه هيبقى four times two equal eight بعد كده هكتب الإكوشن اللي هي two times four equal four times two اللي هي equal eight هسبكوا بقى تحلوا الباقي عشان سهلين قوي ويلا بينا على number six بيقول لي write the multiplication sentence انا هنا عندي كام جروب ادي one two كل جروب فيها كام فيها three فلما اجي اعمل الcommutative جروب هعمل ايه؟ هعمل three times two هبدلهم يبقى ادي one two three وكل three هحط فيها كام هحط فيها two سهلة خالصة طيب يلا بينا على number six عندي كام جروب four كل جروب فيه كام five اهو one two three four five يبقى انا لما اعمل الcommutative هتبقى five times four تعالوا كده ادي one two three four five وكل واحدة هنحط فيها four اعتقد الcommutative سهل خالص يلا بينا على number eight بيقول لي both right or wrong seven times nine طبعا equal nine times seven ده دي الcommutative يعني write طيب two times nine طبعا equal nine times two طب اصلا two times nine equal eighteen اوه يبقى write طيب four times seven يبقى اقول equal seven plus four لا طبعا دي equal seven times four يعني wrong طيب one times five equal fifteen times five لا طبعا equal five times one يعني wrong طب هنا seven plus seven plus seven اللي هي twenty one اللي هي equal seven times three طب هنا three times one two three four five six seven يعني three times seven يبقى seven times three equal three times seven يعني write طيب five times six equal six minus five لا طبعا equal six times five يعني wrong طب تعالوا على match كده three times four equal a اكيد four times three طيب دي مش دي عبارة عن two times five يبقى equal five times two عرفتيها منين قلناها في اللي سن اللي فات بنكتب هنا النمبر اللي متكرر ونعمل له times في عدد one two three four five وشرحتها بالتفصيل في اللي سن بتاع المالتبليكيشن five times three طبعا equal three times five طيب five times one equal five و five plus zero equal five يعني دول equal طيب تعالوا على اللي challenge بيقول لي draw and color the array in the opposite grid according to the multiplication five times seven seven يبقى انا هاجي كده ويهوريزونتل هياخد five رو يعني ادي one two three four five طيب الفايف دول هياخد جنبهم كام هيبقوا كلهم seven one two three four five six seven يبقى هاجي كده وهلون ده كله يبقى هعمل لكل الجزء ده كده coloring طيب عايز ايه تاني بيقول لي what is number of uncolored blocks عايز بقى النمبر بتاع السكوير اللي قدامنا دول اللي مش متلون طب هم كلهم كام كلهم one two three four five six seven eight طيب ده ايت رو طيب كام كولهم one two three four five six seven eight nine ten يعني هما ايت تايمز تن اه ايت رو باي تن يعني ايت تايمز تن يعني كلهم ايتي اه طيب احنا لونا منهم كام five times seven يعني سيري five يبقى الان كالرد قد ايه الان كالرد 80 مينز سيري five كل التوتل وهناخد منه اللي لوناه يعني equal forty five اتمنى حبيبي درس الكوميويتيتيف يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم واستنوني في فيديوهات تانية كتير وما تنسوش اللايك والكومنت الجميل بتاعكم عشان بيفرحوا